طلب أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية صائب عريقات تعاون دول العالم مع المحكمة الجنائية الدولية لفتح تحقيق فوري في الجرائم التي يرتكبها مجرم الحرب والمسؤولون الإسرائيليون هذا وطلب عريقات بدعم المفوضية السامية لحقوق الإنسان في تنفيذ ولايتها لإصدار قاعدة بيانات الشركات العاملة والمتواطئة في المستوطنات الإسرائيلية غير القانونية وتأمين الحماية الدولية للشعب الفلسطيني جاء ذلك في رسائل وجهها أمين سر اللجنة التنفيذية إلى وزراء خارجية عدد من دول العالم في أعقاب هدم مئة شقة سكنية في حي وادي الحمص في القدس المحتلة شرح فيها حول إجراءات الاحتلال الممنهجة بالضم غير الشرعي لمدينة القدس المحتلة وإلغاء الوجود الفلسطيني